السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سوملي هالنهار ان شاء الله سنقدم واحد الحلقة على كيفاش نكتروا الحليب يعني شخص موما الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكتروا الحليب في الام اللي عد ولت امي الانب اللي عد ولت كما كتشوفوا معايا هادو واحد جوج نتوات اما هادو الجيهات قريبا غاديا نتوات سموه هي الطريقة اللي كنديرنا هي طريقة خاصة اللي كنديرها باش نكتروا الحليب للامهات يعني يالله تكون ولدت الارنابة سموهما الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكتروا لها الحليب يعني فهدي كان هادرة في اليوم الاول والثاني والثالث لان في ذاك المرحلة اللي كتكون الصغار في مرحلة خطر وخاصها ترضعهم يعني اقصد الحليب يكون عندها في الحلامات ديالها بوفرة وقدش ما كان عندها الحليب في الحلامات ديالها بوفرة كت الصحة ديال الصغار كتكون مزيانة وتمني كيكبروا كيكبروا في واحد طريقة مزيانة وانتو ما كتحسوا بالتربية جيالهم سهلة ما كي يعدبوكمش ما كيخرش التفاوت في الأطوال كلهم كي يحلوا عينهم في نفس الوقت مهم انتم غادي تلاحظوا هاد القادية بالنسبة للأطعيمة اللي غا تعطيهم والأطعيمة السهلة سهلة 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 وكانوا كيدلوها جدودنا هاد هاد طريقة هادة كانوا كيدلوها جدودنا شحال موحد يقول لا سنضر السيكاليم ديال الحليم السيكاليم ديال الحليم أنا راني درت عليه الحلقات راه دار المشكل يعني شحال مخترا راه دار المشكل للناس انه واش هما دين فيه شي حاجة اللي ولتكت ضر الصغار المهم احنا يا هد ما شبه موضوعنا موضوعنا دير هاد النهار وهو اسمه انديرو نف النهار الأول والثاني والثالث ولما لا تصيب من اللولة يعني انت مش شعليهم بوحد نظام غذائي هي طرق سهلة اول حاجة وهي معي القديل العسل وخطكن عادية انا ما نكلفش على عبالله وخطكن عادية للعسل الرخيص رخيص الثمن شدوها وديروها لها مع الماء هدي طريقة كانو كيديروها جدودنا واحد يعني حنى جدة هيني كانت كتديرها الطريقة وكانت حكات لي كيفاش كتدير في الايام الاولى باش تدير الحليب الانثى دي الانانب كتدير معي القديل العسل في قيمة ثاني حاجة لقامة لقامة اللي كاتشعر عليكم ديال اعتاي اصروها واحد شوية ديروها في واحد طاصة واعطيها تاكل ونخالة الخالة هي الخيصة في الثامان واحد شوية كتديرو عليها شوية ديال الماء غي شوية ديال الماء اني ما كتقاش ناشفة لحد مشي كتغرقوها بالماء ولكن غي كتديروا واحد شوية ديال المافيد ديكم وكترونوها ديال النخالة وكتعطيوها تاكل كين واحد النبتة اخرى راني غي ما لقيتهاش راني كتبت وعدت واحد صيدة انا في الكومنتر اني نجيبها راني باقي ما لقيتهاش اسميتها تيفاف تيفاف هي للناس اللي كيعرفوا الحويج ديال يعني الفلاحة را كين واحد النبتة كتكون تقريبا مشوكة مشي مشوكة بززاف ولكن ديال بحل شكل ديال الشوك كتكون متفرعة هذيك راحتها ايا إذا كنتو لقيتوها ما نقول لكم اسمو كتدير في في الالاني كتعطيوهم واحد الحليب بغازارة قاع كتولي يعني الحالة مادية لها كيددفقوا الحليب إذا هذو ثلاثة الحويج بساطين يعني العسل في الماء ثاني حاجة انو خالة مرونا شوية شوية ديال الماء من الاحسن يكون داك المدافي وثالث حاجة هاتتيفاف تيفافته هو مزيان مئة في المئة يعني طرق بسيطة ولقامة ولقامة إذا رحتوا هاد ولقامة والعسل كلهم فيهم الحلاوة هي الأرنابة في الول سمو كتكون باغية ألا كتكون باغية في حقيقة كتكون تحتاجة للحلاوة الحلاوة كتخليها كتعيد من حديك الطاقة ديالها كترجع لا دبتو العسل كتحسوا بها هي مشي لا تححم واحد كي غيط وكيدير لي فيتامين لي فيتامين ما يصلحوش للأنثى اللي كترضى ما كده مكيدرش الحليم من الاحسن تديرها غير حلاوة لانا كنت لكم عسل أو لقامة لقامة دي الأتيرة كتكون تهيئة حلوة لأنك كتكون نشرته منها أتي لقامة تهيئة ستعمى تعطيوها السادة عصروها شوية بين يديكم وعطيوها لها ونخالة تهيئة معروفة وهذا نبتايلها إلي لقيتها إن شاء الله هراني غادي نجيبها ونوريها لكم سميتها اتفاف نبتادي الاتفاف تهيئة مزيانة صراحة أنا جربتها مزيانة إما تعطيوها لها الخضراء إما تعطيوها لها والأخضر تهيئة مزيان الألاني بني كتكون يا الله ولدت غدوا وقوهم شوية من الأخضر نبات أخضر شوية شوية تتكرموه واحد شوية وتعطيوه لهم مفيد ومفيد بزاف في ذاك الفترة إذن إلي أعجبكم فيديو شاركوا معنا تقوموا على الجرس كي يصلكم الجديد سندونا بزر جام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله